بقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ووصلي ووسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغناء عن الناس أما بعد إخوة أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة السجدة وأبدأ بذكر ست مقدمات تتعلق بهذه السورة الكريمة المقدمة الأولى في اسمها هذه السورة اسمها سورة السجدة وتسمى كذلك سورة ألف لام ميم السجدة روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم السجدة وأهل أتى على الإنسان حين من الدهر وذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان اسما ثالثا وهو أنها تسمى سورة المضاجع لأن فيها قول ربنا جل جلاله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فتحصل أن لهذه السورة ثلاثة أسماء تسمى سورة السجدة وتسمى ألف لام ميم السجدة وتسمى سورة المضاجع المقدمة الثانية هذه السورة مكية بإجماع المفسرين وقد نقل هذا الإجماع أبو الفرج ابن الجوزي والفيروز أبادي رحمة الله عليهما ثم المقدمة الثالثة في فضلها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتها في صلاة الصبح يوم الجمعة وكان يقرأ معها سورة الإنسان وقد نبه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على الحكمة من قراءة هاتين السورتين الكريمتين في صلاة الصبح يوم الجمعة بأن فيهما ذكر أمرين يكونان يوم الجمعة الأمر الأول خلق آدم عليه السلام أو خلق الإنسان فإن في سورة السجدة قول ربنا جل جلاله وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وفي سورة الإنسان قول ربنا الرحمن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وأما الأمر الثاني فقيام الساعة قيام الساعة فإن في السورتين ذكرا للقيامة وبعض أهوالها ومعلوم أن القيامة تكون يوم الجمعة ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أسكن الجنة وفيه أخرج منها وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة فرقا من الساعة إلا الإنسى والجن المقدمة الرابعة هذه السورة المباركة قد اجتملت على ثلاثين آية وفيها من الكلمات ثلاثمائة وثلاثون كلمة وأما حروفها فألف وخمسمائة وتسعة وتسعون حرفا فيها من الآيات ثلاثون ومن الكلمات ثلاثون وثلاثمائة وفيها من الحروف ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون حرفا ثم المقدمة الخامسة ما هي أوجه الشبه بين سورة السجدة والسورة التي سبقتها ويسورة لقمان أوجه الشبه كثيرة منها أن كل من السورتين قد افتتحت بالأحرف المقطعة ألف لام ميم من أوجه الشبه كذلك أن في السورتين تنويها بشأن القرآن فسورة يقمان في أولها تلك آيات الكتاب الحكيم وهذه السورة المباركة في أولها تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ووجه آخر أن في السورتين تنبيها إلى آيات الله في خلق السماوات والأرض في سورة لقمان خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وفي هذه السورة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ومن أوجه الشبه كذلك ذكر القيامة وبعض أهوالها في كلا السورتين أيضا من الأوجه أن في السورتين بيانا فراده جل جلاله بعلم الغيب في سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وفي هذه السورة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم وأيضا في السورتين وعد للمؤمنين بالجنات في سورة لقمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم وفي هذه السورة أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون ثم في السورتين كذلك ذكر لبعض عباد الله الصالحين ففي سورة لقمان ذكر لذلك العبد الصالح الذي آتاه الله الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة وفي هذه السورة ذكر لموسى عليه السلام ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء وأيضا السيوطي رحمه الله نبه على أن من أوجه الاتصال بين السورتين أن في سورة السجدة شرحا لمفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرت في خاتمة سورة لقمان فإن قوله تعالى ثم يعرج إليه في يوم كار مقداره ألف سنة مما تعدون شرح لقوله سبحانه إن الله عنده علم الساعة ولذلك قال بعدها عالم الغيب والشهادة وقوله سبحانه في سورة السجدة أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز شرح لقوله سبحانه وينزل الغيث وقوله في السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه شرح لقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام وقوله سبحانه في السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وكذلك قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها شرح لقوله في لقمان ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وقوله سبحانه إذا ضلنا في الأرض إلى أن قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون شرح لقوله سبحانه ما تدري نفس بأي أرض تموت ولا يخفى عليكم إخوتي وأخواتي بأن فيما ذكره سيوطي رحمه الله أو في بعض ما ذكره نظر وسيأتي معنا الآن بيان معنى قوله تعالى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أما المقدمة السادسة ففي بيان موضوعات هذه السورة السورة في آياتها الثلاثين تناولت موضوعات شتى منها التنويه بالقرآن وبيان أنه منزل من عند الله والرد على المشركين في ادعائهم أنه مفترى من موضوعاتها ذكر فراد الله جل جلاله بخلق السماوات والأرض وبيان بعض مظاهر قدرته في بديع خلقه ومن موضوعاتها عرض جانب من شبهات المشركين حول البعث مع الرد عليها وكذلك عرض مشهد من مشاهد يوم القيامة مشهد المجرمين وهم بين يدي الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون أيضا من موضوعاتها ذكر بعض صفات المؤمنين وما أعده الله لهم من نعيم وما أعد للفاسقين من نار الجحيم من موضوعاتها ذكر موسى عليه السلام وامتنى الله به عليه من أعطائه التوراة وامتنى به على الصالحين من قومهم من جعلهم أئمة يهدون بأمر الله وكذلك دعوة المشركين إلى التدبر والتفكر في آيات الله وحكاية جانب من سفاهاتهم مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتهديدهم ومواجهتهم كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعراض عنهم مع وعد بالنصر عليهم وأن يصبر وينتظر صلوات ربي وسلامه عليه إذا تبينت هذه المقدمات الستة إخوتي وأخواتي فيما يتعلق باسم السورة ومكيتها وفضلها وعدد آياتها وكلماتها وحروفها والكلام عن أوجه الشبه بينها وبين سابقتها ثم الحديث عن أبرز موضوعاتها فيمكننا بعد ذلك تفسير ما يؤسره الله عز وجل من آياتها يقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون هذه السورة المباركة افتتحت بهذه الأحرف المقطعة ألف لا أمين قد مضى معنا بيان معناها عند الحديث عن صدر سورة الروم وسورة العنكبوت وسورة لقمان ومن باب الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين قد ذكرت لكم أن في القرآن 29 سورة قد افتتحت بهذه الأحرف المقطعة بعضها افتتح بحرف واحد كصاد وقاف ونون وبعضها افتتح بحرفين كالحواميم الستة وطاها وطاسين النمل وياسين وبعضها افتتح بثلاثة أحرف كالسور الخمسة التي افتتحت بألف لام را والسور الستة التي افتتحت بألف لام ميم والقصص والشعراء التي افتتحت بطاسين وعندنا في القرآن سورتان افتتحت بأربعة أحرف وهي الأعراف والرعد وصورتان افتتحت بخمسة أحرف مريم والشعراء هذه الأحرف مجموعها أربعة عشر حرفا يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر أو يجمعها قولك طرق سمعك النصيحة وهذه فيها صفات الحروف كلها ففيها من أحرف الهمس ومن أحرف الجهر ومن أحرف الاستعلاء ومن أحرف الاستفال ومن أحرف الإصماط ومن أحرف الإطباق وفيها من أحرف القلقلة وغير ذلك فالله جل جلاله افتتع هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني بهذه الأحرف المقطعة من أجل أن يتحدى أولئك المشركين الذين كانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر وكانوا يقولون إن هذا إلا سحر يؤثر فالله جل جلاله يقول لهم دونكم هذه الأحرف التي ألف منها نظم القرآن فإن كنتم صادقين فيما تزعمون فإصنعوا كما صنع محمد صلى الله عليه وسلم هذا من باب التحدي ومن باب الإعجاز وقد قال سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الله جل جلاله يخبر أن هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليس من قول البشر كما يزعم صعاليك قريش وليس هو من تأليف محمد كما يدعي المفترون وليس هو سحرا أو كهانة أو شعرا أو عجزا وإنما هو منزل من حكيم حميد تنزيل الكتاب والكتاب بمعنى المكتوب المكتوب عندنا في لغة العرب الفاظ معدودة جاءت على وزن فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب واللباس بمعنى الملبوس فهذا القرآن سماه الله كتابا من الكتب وهو الجمع والضم لأن حروفه وكلماته وآياته وسوره مجموع بعضها إلى بعض يضمها سجل واحد فلذلك سمي القرآن كتابا كما قال جل من قائل وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إلى غير ذلك من الآيات تنزيل الكتاب لا ريب فيه الريب هو الشك أو الشك مع الخوف ومنه قول القائل ليس في الحق يا أميمة ريب إنما الريب ما يقول الجهول هذا الكتاب ليس فيه شك أنه من عند الله كل من قرأه وتدبر آياته ونظر في أحكامه وتأمل في حكمه فإنه يوقن أنه من عند الله وأن البشر لا يستطيعون ذلك يدلك على هذا أن القرآن هذا الكتاب المعجز على طوله على كثرة سوره على تكرر كثير من القصص فيه لا تجد بين آياته اختلافا ولا تعارضا بل يصدق بعضه بعضا كما قال جل من قائل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ربما يتكلم الإنسان بكلام يستغرق الساعة فإذا آخره ينقض أولا وأوله يعارض آخرة وهكذا أما كلام ربنا جل جلاله فإنه يصدق بعضه بعضا كما قال سبحانه وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم هو سالم من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقص تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين هذا الكتاب ما ليس من وحي الشياطين كما يزعم أولئك المشركون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون وما هو من كلام البشر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإنما هو تنزيل من رب العالمين جل جلاله تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتره الله جل جلاله يطرح هذا الاستفهام منكرا على هؤلاء المفترين الذين يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد افتره وهذه الشبهة الساقطة الله جل جلاله ذكرها مرارا في القرآن وفي سورة هود أم يقولون افتره قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأل أنتم مسلمون وفي سورة يونس أم يقولون افتره قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله وفي سورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيا بعدها أن قال جل من قائل بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون هكذا كانوا يزعمون الله جل جل جلاله ينكر عليهم هذا القول الإد أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك كما قال جل من قائل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما الخطاب هنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنذار إعلام مقرون مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز إعلام مقرون مع تخويف ثم بعد ذلك هذا المعلم المخوف يعطى زمانا يحترز فيه من ذلك الشيء المخوف فإن لم يكن ثمة زمان فإنه لا يسمى إنذارا بل يسمى إشعارا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك الله جل جلاله يقرر في هذه الآية أن هؤلاء الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أمره وهم قومه من قريش ما جاءهم نذير من قبله صلوات ربه وسلامه عليه كما قال سبحانه في أول سورة ياسي لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ولو أن إنسانا قال إن الله تعالى قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يعني وما من أمة إلا جاءها نذير كيف نجمع بين هذه الآية وبين آية سورة السجدة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك والجواب إخوتي وأخواتي من وجهين الوجه الأول بأن قول ربنا جل جلاله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فيه بيان أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل وأن شأنه شأن من قبله من المرسلين الذين جاءوا أقوامه مبشرين ومنذرين فما ينبغي أن يستنكر أمره ولا أن يجحد فضله ولا أن يرد عليه قوله صلوات الله وسلامه عليه فقول ربنا جل جلاله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يبين فيها أن محمد صلى الله عليه وسلم على خطى من قبله من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم الوجه الثاني أن قول ربنا جل جلاله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لا يعارضه قوله في هذه الآية لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أي ما أتاهم من نذير من قبلك معاصر لهم فلا ينافي ذلك أنه قد جاء تلك الأمة نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا الوجه فيه بعد لأن في سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فلا كان النذير معاصرا لهم ولا معاصر لآبائهم ومعلوم أنه ليس بين عيسى بن مريم ومحمد صلى الله وسلم عليهما من نبي كما قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي أقول الله عز وجل لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون لعلهم يهتدون ولعل كما مضى معنا الكلام مرارا هي على بابها من الترجي حرف ترجي لكن الترجي هاهنا ليس من الله جل جلاله وإنما هو في حيز في حيز المخلوق أي على رجاء منكم أن يحصل أن تحصل الهداية أن يحصل الاهتداء لعلهم يهتدون أو أن يكون لعل بمعنى لامكي أي لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ليهتدوا وقد عهد في كلام العرب مجيء لعل بمعنى اللام كما في قول القائل فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووسقتم لنا كل موثقي فلما كففنا الحرب كارت عهودكم كلمع سراب في الفلاء متألقي قال الله عز وجل بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ها هنا أمرا الأمر الأول خلق السماوات والأرض الله جل جلاله يبين أن أولى مقتضيات ربوبيته أنه الخالق فلا خالق سواه هل من خالق غير الله أفمن يخلق كمن لا يخلق الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وقد كان قادرا سبحانه وتعالى على أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما بكلمة كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كان قادرا سبحانه لكنه يريد أن يعلم عباده التدرج والترفق في الأمور كلها فهذه الأولى أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم القضية الثانية ثم استوى على العرش استوى بمعنى على وارتفع جل جلاله واستواؤه على العرش مذكور في سبعة مواضع من القرآن وفي هذه المواضع كلها ذكر ربنا جل جلاله من صفات جلاله وكماله وجماله ما يبهر العقول ويزرع في القلوب أنه العظيم الأعظم جل جلاله الذي لا يشبهه أحد من خلقه وأن الواجب تنزيهه وإثبات صفات الكمال والجلال والجمال له سبحانه على ما يقتضيه كماله من غير تشبيه هذا هو الواجب ولذلك نقرأ في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ونقرأ في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمع يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ونقرأ في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه لالكم الله ربكم فعبدوه أفلا تذكرون وفي سورة طاها الرحمن على العرش استوى فذكر الاستواء هاهنا مصدرا بالاسم الذي يقتضي اتصافه بالرحمة سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استواء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرع ثم أيضا في سورة الفرقان في سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا ثم في هذه السورة المباركة وآخر المواضع في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فتارة استواءه على العرش يذكر مقرونا بالرحمة تارة يذكر مقرونا بالعلم تارة يذكر مقرونا بالخلق لأنه الخالق سبحانه وتعالى فهذه الصفة نثبتها لربنا جل جلاله ولا نكيفها بل نقول الاستواء معلوم والكيف غير معلوم الكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون عند هذه الصفات طويلة بل كانوا يمرونها كما جاءت يؤمنون بها على ظاهرها يقولون آمنا به كل من عند ربنا فها هنا في هذه السورة يقول جل من قائل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ما لكم أيها المخاطبون إذا كان الخطاب للعموم كما قال بعض المفسرين أو ما لكم أيها الكافرون إذا كان المقصود بالخطاب خصوص أهل الكفر كما قال آخرون ما لكم من دونه من ولي والولي هو الناصر ولا شفيع والشفيع مشتق من الشفع ضد الوتر والشفيع هو الواسطة هؤلاء المشركون كانوا يعتقدون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله كما قال جل من قائل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون و طرح هذا السؤال جل جلاله فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأجاب عن ذلك بقوله سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فلابد من الإذن ولابد من الرضا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر بمعنى يقضيه ويمضيه الأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي هذه الأوامر كلها نازلة من عند الله عز وجل فبها يغني ويفقر ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويكرم ويهين ويهدي ويضل وهو سبحانه لا يسأله عما يفعل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج من العروج وهو الصعود ثم يعرج إليه ما الذي يعرج قال بعض المفسرين المراد الملك الملك لأن الله قال تعرج الملائكة والروح إليه وقال بعض بل المراد الأمر نفسه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد يعرج الملك أو يعرج الأمر إلى الله عز وجل في يوم اليوم هاهنا مقصود به المدة ليس المقصود باليوم النهار الذي يكون بين ليلتين نحن عندنا في عرفنا بأن اليوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس قبله ليل وبعده ليل هذه المدة بين الليلتين تسمى يوم لا ليس هذا هو المقصود بل العرب تطلق اليوم مرادا به المدة المدة الزمنية دون هذا القيد الذي ذكر ففي هاهنا للظرفية وليست للاستيعاب في يوم أي في مدة في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وهاهنا أقف قليلا إخوتي واخواتي فإن كثيرا من الناس يطرح سؤالا يقول بأن ربنا جل جلاله في سورة الحج قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وهاهنا قال في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وفي سورة المعارج قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ففي مرة يذكر أنه كألف سنة ومرة خمسين ألف سنة وها هنا للمفسرين رحمهم الله مسالك المسلك الأول بأن المراد بيه اليومين يوم القيامة ألف سنة يوم القيامة خمسين ألف سنة يوم القيامة فيوم القيامة الناس فيه ليسوا سواء بل هو على بعضهم يسير وعلى بعضهم عسير كما قال ربنا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فذكر الألف باعتبار اليسر والخمسين ألفا باعتبار العسر وبعض المفسرين قالوا لا بل اليوم المذكور في سورة الحج وهو قول ربنا جل جلاله ويستعجلونك بالعذاب وليخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون مرادا به يوم القيامة وها هنا في قول ربنا جل جلاله في إن ربكم الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون مرادا به اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض والذي ذكر في سورة المعارج مرادا به ما يسلط على الكافرين من العذاب حتى يكون اليوم وكأنه خمسون ألف سنة ومسلك ثالث بعض المفسرين قالوا بأن المراد بهذه الأيام كلها الرد على المشركين بحسب السياق فإن في قول ربنا جل جلاله ويستعجلونك بالعذاب ولي يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أريد به الرد على المشركين الذين كانوا يستبعدون وقوع العذاب ويستنكرونه بيّن ربنا جل جلاله أنه على كل شيء قدير وأن كل الأمر عليه يسير وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بكم الأفاعيل مما لو تصور أنه يقع منكم فعلها لحتجتم معها إلى ألف سنة يعني الله جل 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 يقول لهم أنا أفعل في يوم واحد ما لا تفعلونه لو قدر لكم أن تفعلوه إلا في ألف سنة هذا هو المقصود في الآية التي في سورة الحج وها هنا أيضا الله جل جل يبين قدرته في إرسال الأوامر من السماء أو في عروج الملائكة إليه سبحانه وتعالى بأن الخلق أن البشر لا يستطيعون ذلك لو قدر لهم إلا في ألف سنة هذا هو المقصود والعلم عند الله تعالى وقد سأل بعض الناس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى كألف سنة وقوله خمسين ألف سنة فقال يومان ذكرهم الله في كتابه ولم يتعرض لهما بتفسير يقول الله عز وجل ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون إخوتي واخواتي هذه الآيات قد اجتملت على فوائد من فوائدها أن القرآن الكريم منزل من رب العالمين جل جلاله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين من فوائدها إثبات صفة العلو له سبحانه لأن النزول لا يكون إلا من عل وأيضا في الآيات إشارة إلى أن هذا القرآن ملزم به جميع الناس فإذا كان ربهم سبحانه هو الذي أنزل فمعناه أنه يلزمهم جميعا العمل به فلما أراد سبحانه أن يتبع أمر القرآن من حيث هو قرآن بيّن أنه نازل من رب العالمين الذي يعتمد عليه هؤلاء الناس فنزل عليهم الكتاب وهذا المعنى في قول ربنا جل جلال كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرد منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين وفي قوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وفي قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وفي قوله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيم من عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله من فوائد الآيات في قول ربنا جل جلاله لا ريب فيه من رب العالمين أنه ليس في القرآن الكريم شك ولا ريب وفي قوله أم يقولون افتراه تسفيه لقول المشركين بأن القرآن مفترا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحق من ربك ثناء على القرآن بأنه حق كله ولا شك أنه حق كله وخير كله لتنذر قوما القرآن الكريم نزل لغاية عظيمة هي إنذار الناس وتحذيرهم قوما ما أتاهم من نذير من قبلك هؤلاء الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتيه نذير قبله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ومن هنا زائدة مسوقة للتأكيد وإلا فأصل الكلام لتنذر قوما ما أتاهم نذير من قبلك لكن من هذه تدخل على الفاعل كما في هذه الآية وكما في قول ربنا ما جاء أنا من بشير ولا نذير وتدخل على المفعول كما في قول وما أرسلنا من قبلك من رسول المعنى وما أرسلنا من قبلك رسولا لعلهم يهتدون بيان الغاية من بعثته صلى الله عليه وسلم أنها هداية الناس الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام إن قيل ما الحكمة في خلقها في ستة أيام وقد كان سبحانه قادرا على خلقها في طرفة عين قيل في الجواب لأن خلقها على التأني أدل على حكمته ولطف تدبيله وفيه أيضا تعليم الناس وتنبيه العباد على التأني في الأمور وأن لكل شيء عنده أجلا وأيضا في قول ربنا وما بينهما ما يدل على أن بين السماوات والأرض من الآيات شيئا كثيرا فإن الله تعالى جعل ما بينهما قسيما لخلق السماوات والأرض ومقابلا له ثم استوى على العرش نثبت استواء الله عز وجل على عرشه ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ليس للناس ولي ولا شفيع إلا بإذن الله وهو سبحانه وتعالى مدبر الكائنات جميعا أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين ونبقى مع فاصل يسير نرجع بعده الإجابة على الأسئلة فكونوا معنا نبحر في آية القرآن فهما تفسيرا وبيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو عادل يقول ما حكم أن تطلب من الميت أن يدعو الله لك إذا كان ممن يعرف أنه ولي ما ينبغي هذا يا أبو عادل أحسن الله إليك فإن ربنا جل جلاله أمرنا بأن ندعوه لا أن نطلب من الأموات أن يدعو لنا قال جل من قائل وقال ربكم ادعوني أستجل لكم وقالوا أسأل الله من فضله وقالوا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فما ينبغي لك ذلك إنعام حيضا إذا أخذت من مال الأب لقضاء أمور البيت بدون علمه هل في ذلك إثم لأنه لا يعطي عند الطلب منه الله المفروض أولا وجه رسالة إلى الآباء لأن يتقوا الله عز وجل في زوجاتهم وأولادهم وأن ينفقوا عليهم من طولهم وأن يبتغوا بذلك ما عند الله من أجل وثواب قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقبة تجعلها في في مراتك وقال عليه الصلاة والسلام دينار أنفقته على مسكين ودينار أعتقت به رقبه ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك ثانيا أقول للزوجات والأولاد ما ينبغي لكم أن تمدوا أيديكم إلى مال الأباء دون علمهم هذا الأصل فيه المنع والحضر فإنه لا يحل مال مرء مسلم إلا بطيب نفسه ثالثا إذا كان الأب لا يوفر ضرورات الحياة وحاجياتها التي لا غنى عنها فإنه يجوز للزوجة أن تأخذ من ماله بغير إذنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في ذلك لهند بنت عدبة لما شكت إليه أن زوجها شحيح من سيك قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف علي أحمد يقول مرة مشيت الصحراء في فصل الشتاء وكان الجو باردا جدا وفي الليل استحلمت فخفت من الماء البارد مع الجو صليت الصبح في وسط النهر هل لدي إثم على ذلك نعم يا علي لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لواجب عليك أن تتطهر وتصلي في الوقت إذا كان الطهار المائي متعذرة لعدم وجود الماء أو لأنه بارد تخشى على نفسك من المرض فكان واجبا عليك أن تتيمم لأن الله قال إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمة وعليكم لعلكم تشكرون أما تأخير الصلاة عن إبان وقتها فهذا ممنوع طيب حمدي يقول زوجتي تريد مني أخذ قرض لشراء منزل أنا لا أريد ما حكم ذلك ومن منصوح به عند إصرارها على ذلك يا أخي القرض الربوي لا تأخذه ما أنصحك به قط والزوجة إن أصرت فعليك أن تعظها بأن الله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وأن أن اليسر مع العسر وأن الفرج مع الكرب وتأمرها بالصبر والرضا وما إلى ذلك وإن أبد فقل لها بأن أنا القيم على البيت وأنا المتصرف في شأنه وأمرك تابع لأمري هذا في حال إصرارها لكن لعلها إن شاء الله إن ذكرت بحرمة الربا تتذكر أسأل الله عز وجل أن يطعمنا حلالا وأن يستعملنا صالحين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان